يعني خلاص هنفكر في ماتش المئولين ماتش المئولين دلوقتي هو أول ماتش بعد الخروج من الدور أفريقي تم كمان تحديد موعد مباراةين ثانيين هنقول لكم كمان دلوقتي من لجنة المسابيات يعني أعلنت لجنة المسابيات عن موعد المباراة المؤجلة لفريق النادي الأهلي من الجولة الثانية أو الجولة الرابعة عقب انتهاء ارتباط بطولة الدور الأفريقي القرطة قدم حيث تقرر خوض الأهل مباراة الجونة الثانية المؤجلة أمام نادي سيراميكا كوليباترا يوم الأربع الموافق 8 نوفمبر الجاري على ملعب المقاولين العرب في تمام الساعة الرابعة فيما يصطديف فريق الجونة على ملعبه ونظيره الأهل لخوض المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة يوم السبت الموافق 11 من شهر نوفمبر الجاري في تمام الساعة الخامسة مساء يعني دولار مطشين من المؤجلات وقبل أن نسيب أخبار النادي الأهل بقى تعاني نشوف نتائج هذا هو جدول معنا جدول مباراة الأهلي في الدوري المصري اللي هتم تحديد موعدها الأهلي هيلعب مع المؤولين العرب يوم السبت 4 نوفمبر الساعة 7 مساء والأهلي وسيراميكا كوليباترا يوم الأربع 8 نوفمبر الساعة 4 والأهلي وجونا يوم 11 نوفمبر الساعة 5 كل التوفيق طبعا لفريق النادي الأهلي لكورت القدم في الموتشات اللي جاية